هنا أن كل التعريفات اللي اتناولت سلسلة التوريد الخضرة اتفقت على أن جميع تعريفات سلسلة التوريد الخضرة عبارة عن أنها بتدمج الجوانب البيئية في سلسلة التوريد وبتهدف إلى تحسين كفاءة الموارد والطاقة وتقضي على النفايات وتحسن الانتاجية بالإضافة لكل أهداف سلسلة التوريد اللي هي التقلدي العديد قلنا هناك ثلاث مداخل لإدارة سلسلة التوريد الخضرة مدخل رد الفعل والمدخل الاستباقي ومدخل توصيل القيمة مدخل رد الفعل اللي هي الشركات بتلتزم بالحدود الدنيا من الموارد والطاقة لإدارة البيئة بدءا من وضع علامات على المنتجات وبتظهر خضوحها لإعادة التدوير وحتى استخدام المبادرات لخفض التأثيرات البيئية للإنتاج المدخل الاستباقي بتستبق الشركات القوانين البيئية الجديدة من خلال الالتزام بحسن استغلال الموارد وتبتدي تعمل ترشيد للطاقة وتعمل إعادة التدوير وتصمم منتج أفضل مدخل توصيل القيمة لا ده احنا بقى بنحاول إن احنا ندمج الأنشطة البيئية زي الشراء الأخدر زي الايزو في استراتيجية خلق القيمة للعامل بقى أنا عندي ثلاث مداخل ظهروا لي وأنا بعمل عملية إدارة سلسلة التوريد الخضرة أول حاجة مدخل رد الفعل والشركات بتلتزم بالحدود للدنيا من الموارد والطاقة وهي بتشتغل وبالتالي هي بتدي تدور على المبادرات عشان تخفض التأثير البيئي مش تمنعه ولكن تخفض التأثيرات البيئية الضرة في العملية الإنتاجية أما مدخل الاستباقية بتستبق كل الشركات في النهاية تبتدي تعمل حصن استغلال وحصن ترشد الطاقة وتعمل إعادة تدوير آخر حاجة مدخل توصيل القيمة اللي بتسعى فيه الشركات بدمج الأنشطة البيئية زي أنشطة الشراء الأخدر وتطبيق الايزو وكل ده بتدخلهم في استراتيجية خلق القيمة يبقى من الآخر سلسلة التوريد الخضرة بتركز على حماية البيئة وتحافظ على الطاقة وترشد استخدام الموارد وتعتمد على المواد الخامة الخضرة والطاقة الحيوية بقدر اليمكن وهي بتصنع المنتجات صديقة البيئة ومن هنا ممكن أن نحن نعرف إدارة سلسلة التوريد الخضرة بما فيها ذلك أن هي عبارة عن تصميم المنتجات ومصادر المواد والاختيار وعملية التصنيع ويبقى هي دلوقتي من ساعة ما بتصمم المنتج من وراء خالص تصميم المنتج وبعدين المواد الخام اللي دخلة فيه هي بتختار مواد خام تكون مناسبة بيئيا ومالهاش أدرار بيئية أو بنية بتعمل تلوث وبعدين عملية التصنيع إحنا بنصنحها إزاي علشان عملية التلوث لحد ما أعمل عملية توصيل للمنتج النهائي إلى المستهلكين مش بس كده إدارة نهاية العمر الافتراضي للمنتج وبالتالي بعض العمر الانتاجي له بترجعوا تاني في عمليات إعادة التدقيد هي دي سلسلة التوريد الإيه الخضرة آخر حاجة اتطورت سلسلة التوريد الخضرة إلى سلسلة التوريد المستدام وده طبعا اللي هي ابتدت ظهرت إمتى مع دمج مفهوم الاستدامة في الأعمال التجارية أصبح التوزيع المستدام من الموضوعات المهمة اللي استحوزت على اهتمام كتير من الممارسين وبالتالي شركات تعرضت لتحديات جديدة وكتيرها ما كانتش تحديت ولقيت نفسها على طول لابد إن هي تبتدي تعمل عملية تجديد لنفسها باستمرار علشان إيه؟ علشان تعمل عملية بقاء واستمرار وبقاء ونمو لا بالإضافة طبعا أني عايزة تعمل كسب لنزا التنفسية المستدامة مع التغير المستمر في كل الاقتصاطيات والأسواق العالمية ابتدت سلاسل التوريد تتطور من سلاسل توريد بيئية إلى سلاسل توريد مستدامة وقوية تقدر تدعم نفسها بنفسها وتحقق الاستقرار والبقاء والنمو والاستدامة وتكون مسؤولة من النواحي الاقتصادية تقليل التكاليف وزيادة الأرباح وحسن استغلال الموارد والاجتماعية إنها بتراعي الأطراف زو المصلحة أو الستيك خالدرز وبتراعي الجوانب البيئية من أجل إيه؟ من أجل خدمة الأجيال القادمة علشان كده شايفين العملية تعقدت في سلاسل التوريد المستدامة والتسعت وكبرت وبقت كلها متصلة ببعضها زي ما أنتوا شايفين سلسلة التوريد الخضر إحنا قلنا إن هي تحولت من الـ Green Supply Chain إلى الـ Sustainable Green Supply Chain وأحيانا نقول عليها الـ Sustainable Supply Chain وبالتالي هي دمجة كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى حقوق الأجيال المستقبلية ضمن سلسلة التوريد يبقى سلسلة التوريد المستدامة يمكن تعرفها على أنها التكامل الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الايه؟ لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمنظمة من خلال أنا بعمل عملية تنصيق منهجي لكل العمليات التجارية المشتركة بين أعضاء شبكة التوريد الرئيسي كل ده من أجل تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المستقبل إن شاء الله وزي ما احنا قلنا هنا إذن سلسلة التوريد المستدامة لقينا إن هي بتدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند إدارة السلسلة التوريد البعض الاقتصادي زي ما احنا قلنا اللي هو بيركز على التعاون بين منشآت التوزيع بما يضمن إن هم بيتقسموا التكاليف مع بعض وبالتالي بيزداد الربح الاقتصادي لكل عضو من أعضاء سلسلة التوريد المستدامة بعض الاجتماعي إزاي بيتحقق؟ بيتحقق من خلال إن هم بيعملوا عملية استجابة للتوجه المجتمع ولنموذج المنتجات اللي هي إيه بيبتدوا يعملوا نموذج من المنتجات بيحمي صحة المواطن والمستالك ويحمي صحة المجتمع في النهاية وبالتالي بقى بيحصل عملية تكيف لسلسلة التوريد نحو التوجهات المجتمعية لأنها هي المسؤولة عن التنمية المتغزنة في المجتمع وهي التي تعمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي للأفراد وهي اللي بتغير النمط الاستهلاكي للمجتمع يعني سلسلة التوريدية اللي بتغير نمط الاستهلاكي للأفراد داخل المجتمع والبعض البيئي بتقدر تحققه من خلال علاقات التعاون والشراكة والتكامل والتحالفات الاستراتيجية بين كل أعضاء السلسلة عشان تقدر تحسن الأثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي بتقدر تخفض الأثار البيئية النبجة عن السلاسل التوريد من خلال استخدام تكنولوجيا نظيفة أو إن هي تبتدي إن هي تعمل قعدة تدوير إلى أقل يبقى من نهاية ونحاول نختم الجزء ده ونقول إن سلسلة التوريد المستدامة هي السلسلة عبارة عن سلسلة اقتصادية اجتماعية صديقة للمجتمع وللبيئة من حيث المواد المستخدمة المواد المستخدمة والعمليات داخل عمليات التصنيع وبالتالي أي فرصة أنا بقدر أخفض فيها التكلفة أو أزيل أي هدر في السلسلة أنا بشتغل عليه بالإضافة إن أنا بقدر أستخدم بدائل الطاقة وابتدي بدائل الطاقة اللي بنقول عليها الطاقة النظيفة وعمليات التصنيع الأخضر وحافظ على البيئة ونبتدي أنا أنميها من أجل إن تكون عندي بيئة مستدامة قلنا سلسلة التوريد المستدامة بتركز على إيه؟ على العمليات الأساسية زي إحنا قلنا إيه؟ ها من البداية خالص تصميم المنتج من المرحلة اللي هناك اتنين أقتار المادة الخام اللي ما تلوس البيئة أو النهاية تبتدي تأذي صحة الإنسان ثلاثة أبتدي عمليات التصنيع كلها كل المراحل أربعة أبتدي أدرس عمليات تمديد دورة حياة المنتج أن أنا أماد دورة حياة المنتج ولما يحصل دورة حياة المنتج يتعرض للتدهور أبتدي أدخل علشان أطول دورة حياة المنتج وأبتدي أعمل إنعاش للمنتج في نهاية حياة المنتج عشان المنتج ما ينتهيش يقوم بعد كده أن أنا يتحط وبالتالي يبقى نفايات ويزود عندي الإيه؟ يزود عندي حاج النفايات سلسلة التوريد المستدامة من الآخر بتعمل بفكرة النظام بالكامل مقابل التفكير عند مستوى الإيه؟ المكونات مثلا يعني إيه الجزئية دي؟ الشركات لما بتركز على فكرة المكونات فإن هي بتعمل إيه؟ طالما أنا بتتكلم على مكان أنا عايز أرخص سعر ممكن للمكون بغض النظر عن التكلفة للنظام ككل ولكن سلسلة التوريد بتركز على مستوى النظام ككل وبالتالي هي بتدرس المبالغ المنفقة منذ البداية حتى النهاية بتقول لك إيه؟ أما أنا دلوقتي لو أنا خدت حاجة قليلة هناك خدت منتج في المواد الخيم منتج قليل علشان أقلل التكلفة أما أنا بعد كده أنا هحاول أن أنا أتخلص منه بطريقة آمنة وبالتالي هدفع فيه فلوس أقد لما أنا أجيب مادة خيم تتحلل بيولوجياً في الترب ويبقى سعرها أعلى شوية أبتدي أنا أعمل استصنيع ومش هكلف نفسي كتير وأنا بعمل التخلص الآمن من المخلفات يبقى دلوقتي ما بتبصش للمكون لوحده ولكن بتبص على النظام ككل وبالتالي سلسلة التوريد المستدامة بتركز على سلسلة القيمة المضافة عشان تتغلب على كل تحديات المنافسة في ظل آليات السوء وتقدر تحقق إيه تكلفة منخفض يبقى إدارة سلسلة التوريد المستدامة بتعمل على تشجيع ممارسة الحكم الرشيد كفاءة استخدام الموارد مراعاة مراحل دورة حياة المنتج بتعمل على بتركز على زيادة العلاقات التعاونية والتكاملية والتبادلية والشراكة والتحالفات الإستراتيجية بين أصحاب المصلحة طول فترة الايه؟ طول فترة استمرار سلسلة التوريد المستدامة وبالتالي هي هنا بتضمن إن هي تحقق الاستدامة وبكده نكون خلصنا محاضرتنا ووصلنا لحد سلسلة التوريد المستدام وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية بإذن الله هنبتدي ندرس مع بعض التوزيع المستدام ونحاول نحن نحط له تعريف ونبتدي نشوف إيه هي استراتيجيات التوزيع المستدام وإن شاء الله في بداية المحاضرة ناخد ريفيجون سريع على الأجزاء اللي احنا شرحناها خلال المحاضرتين للصدقتين شكرا جزيلا وشوفكوا على خير إن شاء الله شكرا جزيلا